يا لو هنتكلم في الأول الحقيقة لما بيقولوا بنت أو ابن فنان طبعاً الفنان الكبير أحمد راتب ترك قرث للجمهور فني وثقافي لا يعني أدواره علمت علمت معنا كلنا في أجيال كتير إنما بنت فنان لما كنت بتسألي باباكي عن أسئلة في أسئلة كده كنت بتسأليها له دايماً ونت صغيرة عايز أعرف عايز أبدأ بالسؤالك إيه الأسئلة اللي كنت بتسأليها له كنت شاهوه فنك تعرفيه عن باباكي فأدواره يعني أعتقد وأنا في سن صغير أكيد كنت بسأل بيبقى عندنا طول الوقت يعني مش موجود الشغف إننا نروح اللوكيشن وكنا ساعات ممكن نسأل يعني في المشهد بتاع فيلم غزيرة الشيطان لما طلع قرش من الميا كنا صغيرين بقى فبنتخض جداً وإنت تزاعد معنا هنا عالكنبة وبعددت كتب يارش أنا لما بنزل الشغل بسجل الحاجات دي فأه لكن طبعاً لدينا ذكريات كتير معاي في التصوير كان طول الوقت دي بقى فسحة يعني دي بقى رحلة ونعط سحكتين وبتاع اللوكيشن بقى ده لأجوة فغير طبعاً كواليس المسرح كمان بالنسبة لنا برضو كان فيها يعني ذكريات كتير قوي نحن نروح معاه نعط في الكواليس تفرج من وراء الستارة يعني عيشتوا الأحداث يعني من وراء الستارة طبعاً آه الستارة وكمان أعمال فنية في اللوكيشن اشتركوا في القناة